السلام عليكم ورحمة الله مشهدي قناة الاهلي في كل مكان اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حصاد الابطال كل يوم جمعة بنقابلكم عشان نشوف الاخبار على الصعيد النادي الاهلي وعلى الصعيد الدولي او المنتخبات الوطنية وده شيء مهم جدا احنا بنتابعهم في كل مكان وبنجمع كل الاخبار عندنا في اخر الاسبوع النهاردة عندنا فقرات مهمة جدا معانا في حصاد الابطال معانا اتنين ابطال اولا معانا كابتن محمد سامي ميشو سباح الاهلي والمنتخب الوطني اللي تقلق في بطولة افريقيا اللي اقيمت في غانا حصد بدليات كتيرة هنتكلم معاه عن احداث كتيرة جدا مع نجمنا الكبير محمد سامي ميشو نجمنا التاني نجم كبير في علعاب القوة والمنتخب المصري كابتن ايهاب عبد الرحمن بطل الاهلي في الرمح والاحداث الكثيرة اللي شفناها معايا وقف في ألمبياد ريت جانيرو وكمان احداثه في بطولة تقي عشرين عشرين هنتكلم معاه ونشوف مستقبله بإذن الله في عشرين أربعة وعشرين النهاردة بعد يعني فترة خلاص بدأ موسم الانتخابات أو مرسوا للانتخابات امبارح كانت البداية في الانتخابات في الاتحادات الرياضية بتكلم عليها خاصة اتحادات الرياضية امبارح كان فيه تلات اتحادات الرياضية عملوا انتخابات الفروسية والسباحة والتالتة كمان كان التجديف التجديف كويس كسب المهندس شام حطب في الفروسية بنقوله مبروك بنقول المهندس ياسي الإدريس مبروك في السباحة وبنقول الكابتن عمر النواي مبروك في التجديف طب قلنا مبروك طب هنعمل ايه الفترة اللي احنا شايفينها من وجهة نظرنا فترة قليلة جدا لباريس عشرين اربعة وعشرين يبقى اكيد النهاردة كل اتحاد كسب مبارح لازم يشتغل على طول من النهاردة اول ما اعتمدوا تشكيلات الاجهزة دي او تشكيلات مجالس الادارة لازم يشتغلوا من النهاردة لان الدورة دي دورة استثنائية جدا ليه دورة استثنائية لانها عبارة عن دورة بتتكلم في سنتين ونص تقريبا ثلاث سنين لغاية فريس طيب احنا ايه المطلوب دي دورة استثنائية كبيرة جدا يبقى ايه المطلوب بمطلوب الناس تشتغل من دلوقتي حالا لان الدورة اللي فاتت او الدورة بجالس الدورة اللي فاتت كانت خمس سنين والحمد لله ربنا اكرمنا في ست مدليات لكن النهاردة الوقت ديق ديق عشان نحاق نتائج لمصر ديق علشان نحاق نتائج مهمة لمصر هنا لازم نقول هو ده التحدي الاكبر التحدي الاكبر بالنسبة لأي اتحاد عايز يحقق مش اي اتحاد عايز يوضع الكرسي في توكيو 2021 حانا ست مدليات لو نفتكر معنا في ريال اشرف كاراتي واحمد الجندي في الخماس الحديث وهدايا ملك سفعيسة تايكوندو برونزية ومحمد ابراهيم كيشو في المصرعة وطبعا نجبة الناد الاهل الجانة فاروق في الكاراتي طيب عايزين نتقدم ما نرجعش طيب نعمل ايه؟ المطلوب لازم كل اتحاد النهاردة يقعد يعمل بلان لنفسه خطة هيقعد مع مدربينه وهيشوف المدربين دي طالب ايه؟ ايه المدرب اللي طالبه؟ علشان المدرب يحقق لان هو المدرب هو الاساس طيب هل المدرب هو بس فقط؟ لا لازم يقعد مع اللعيبة لعيبة بذات الاعابة الفردية الاعابة الفردية ليها ميكانيزم معين ليها تكنولوجيا معينة ليها استخدام معين غير الاعابة الجماعية طيب هيعودوا مع الاعابتنا هيقولوا احنا احنا عندنا مشاكل واحد واثنين وتلاتة عايزين نعمل كذا عايزين نوصل لكذا في الاخر البلانتك تامل البلانتك تامل بمجلس الادارة اللي هو عايز يحقق مدليات في باريس عشرين اربعة وعشرين هي دي الامكانيات المطلوبة هي دي الاجواء الحقيقية بتاعة العمل الناس اللي عايزة تشتغل بجد اللي هي عايزة تخطط وتشتغل ويا ريت الاتحادات دي كمان تطلع اسبوع اسبوعين تلاتة شهر وتقف قدام الرأي العام والاعلام وتقولوا يا جماعة انا خططي واحد اتنين تلاتة وان شاء الله حقق كده طب هالاتحادات دورها بس لا كمان دورها لازم تلسخ مع وزارت الشباب الرياضة لان هي اللي بتدفع هي اللي بتدفع الدولة الدولة ده شيء مهم جدا الدولة بتسابورت كل حاجة اعتقد كلمنا كتير هنا في حصاد الابطال ان الدولة النهاردة البنية الاساسية للرياضية موجودة شيء مهم جدا طب هل الدولة بس لا كمان لازم الاتحادات تبدأ تشوف رعاة من النهاردة من النهاردة تشوف رعاة يدفع فلوس مصريين ماحنا لازم المنظومة تكون مكتملة ده دور الاتحاد ان هو يقف ويشوف رعاة ويشوف في التسويق ويتكلم ويفتح كل المجالات علشان يقدر يعد بطل أولومبي لعشرين اربعة وعشرين ده شيء مهم جدا عشان ما نجيش قبل الدورة بشهر او شهرين ونقول يا اي اصلاحنا ما عملناش اصلاحنا هنعمل هو المفروض النهاردة اللي هو البلان اللي بتحطي بتحطي على مدليات على نتيجة مش المشكلة اللي احنا حاسب خلي بالكم انا مش عايز حد يطلع يقول اصلاحنا هنتحاسب ما انت لازم تتحاسب بس هوا الحساب ايه اعمل البلان بتاعتك مزبوطة امشي مزبوط ربنا هيوفق اكيد ربنا هيكرمنا ونكسب هي دي النقطة الوحيدة المهمة في الموضوع ان يكون ان يكون في بلان زي ما احنا شايفين ابطالنا قدامنا هم هم دول الابطال اللي رفعوا على مصر وكلنا فرحنا لهم هي دي الابطال اللي حقيقين اللي حققوا وحققوا بجد او بحاجة جميلة جدا واسعدونا اسعدونا في كل حاجة طيب احنا النهاردة عندنا لعيبة النهاردة لازم اذكر الناس جدا مهمين جدا ان في لعيبة كتوصلت لمراكز تامن والسابع والعاشر في الالومبيات الكلام ده مهم جدا مهم جدا ليه لان هنا المشكلة اللي انا اطلع بعدد 130 وحققها 6 هو النقطة اللي اطلع ب130 وحققها 30 لازم نكون كم من المدنيات اللي احنا مترجطين وفي المرحلة الجاية مهم جدا 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 فده دور الاتحادات المصرية ودور كل رئيس مجلس دارة عايز يحط عالم مصر في المقدمة تاني بقول وفي اخر كلام بقول لهم لو سمحتوا مشتغلوا من النهاردة واشتغلوا وطلعوا بلان واشتغلوا عليها البلان بعد كده هيبقى فيها اخطاء هتتصلح في الامور لكن طول ما احنا ماشيين بنتكلم بس ومعندناش خطة واضحة دي اولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين لا يطلع عندنا بطل بالصدفة ياريت يكون الكلام واضح عشان ما نرجعش نقول ياريت نبدأ من الصفر خليها نروح لكده بخلصنا المقدمة لكن خليها نروح